الدارج على تفكيرنا وأذهاننا أن غض البصر يعني رجل ينظر إلى امرأة أو العكس ماشي ده قدر ما لكن غض البصر لا بيتطور غض البصر دلوقتي أننا لا أطلق نظري مثلا إلى الحاجة اللي مع فلان مثلا هو داخل نزل من عربيته أو طلع بيته أو في المؤصلات مثلا حد قاعد جنب حد مثلا حد مسك الموبايل فتلاقيه بصص في الموبايل بصص في الموبايل حتى واحد مثلا مع شنطة بيقرأ الاسم اللي حاجة اللي على الشنطة يعني من غض البصر يا دكتور محمد طبعا طبعا غض البصر بيتطور معاي غض البصر دلوقتي لا أتطلع إلى ما عند الناس أو ما مع الناس لا لا يكن عندي تشوف إلى معرفة أحوال الناس التي لا يريدون إظهارها الله ده في مستوى تاني أعلى كمان واحد بقى إيه معد في الطريق ده بنشوفه بقى ده ركب عربية إيه ده إيه ده ده كذا ده كذا حاجات بقى إيه ده الكلام إيه يروفه ده كله من أنا مأمورين بغض البصر عن ذلك مأمورين بغض البصر عن هذا الأمر الذي سيأتي من ورائه بقى أنا أبدأ أتحدث إيه ده العربية دي بكام ده كذا ده تبقى مين أبدأ بقى أدخل بقى فيه أمر آخر ولذلك غض البصر كف الأذى طبعا عدم إيقاع الأذى بقى بأي شكل أي شكل من الأشكال حضرك قلت ينزل الشباك وإيه اللي حاجة اللي معا بيحدفها أو يرميها في الشارع قلت أبوه إزاي ممكن واحد ومش كلهم في الطريق ركب عربية ممكن واحد بيعدي مثلا ونشاهد هذا في إضرار فكل ما فيه إضرار بالناس والمجتمع يجب على الإنسان أن يعمل على عدم فعله من أجل أن يحفظ على حياته ومصلحته ومصلحة الآخر